السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة التدائي إذن اليوم سنبدأ الوحدة الخامسة الوحدة الخامسة حول التناسبية معامل التناسب النسبة المئوية إذن سنبدأ هذه الحصة في الصفحة 84 وهي حصة لنبحث جميعا ونكتشف إذن ننتقل إلى الصفحة 84 إذن قبل أن نبدأ هذه الحصة نحدد بعض المفاهيم التي سنحتاجها خلال هذا الدرس والأمر يتعلق بالعدد العشري والعدد الكسري والنسبة المئوية ما الفرق بينها ثم كذلك كيف يمكننا أن نحوój من العدد الكسري إلى العدد العشري Ou من العدد العشري إلى العدد الكسري ثم من الكسري إلى اللسبة المئوية إذن نسخ المخumed لدينا نكونوا قادرين أننا وقت ممكن عادة العدد العشري لو عادي الكثريين نعرفون انهم كثيروين. وكذلك ما كان لدينا الكثريين؟ هنا سنجدوا هذا الجدول واتفضل ثلاثا الاحتمالات. لدينا الاحتمال الاول إذا كان لديه اليوم الكثريك بالكثريك يتحمل إلا كان من مكنا嘉ين، أرجبه للديو من سادة الم��صف وكأنك إذا كان لدي حين النسبة المقاوية ثم إذا كان لدي عدد العشري، كيف آن أجد العدد عشاري؟ ثم فهذه من قبل جهاز النسبة المقاوية وكذلك إذا كان لديه الحالة المقاوية، كيف آن محم окفводة مقاو الأجد؟ فلا نحن工作 بشكل عمو Прав como ذاتратة من فعل إنتwood كما سأنتهلك تسلق합니다 райولا الأول Parent نريد أن نمشي العدد العشري والنسبة المئة أولا نعرف أن العدد الكسري يتكون من بسط ومقام وهذا السطر هذا ما هو إلا قسمة هذا السطر هذا يعبر على قسمة نريد أن نمشي العدد العشري سأخذ البسط وسأقسمه على المقام وسأحصل على عدد العشري القسمة إما قسمة إقليدية تقنية القسمة أولا سنستعمل الكالكولاتريس أولا إذا كنت عندي حساب دهني سنستعمل حساب دهني في هذه الحالة أنا أعرف أنه على جوجك تساوي 0.5 إذن هنا شنودرت أنا مشيت من العدد العشري العدد الكسري إلى العدد العشري إذن شنودرت قسمة البسطة على المقام قسمت البسطة على المقام قسمة إقليدية أو قسمة بالحاسبة فهصلت على العدد العشري دهني لا بغيت أنا نمشي من العدد الكسري النسبة المئة إذن شنو كندير كناخد البسط وأضربه في مئة وأقسمه على المقام لأن هذا الكسر كما قلت لكم ما هو إلا قسمه إذن دهني ضربت واحد في مئة كتعطيني مئة مئة إلا ضربتها في جوج كتعطيني خمسين ولكن بالنسبة للنسبة المئة سنزيد البرسنتج لأن هذا تحولنا النسبة المئة النسبة المئة عندها هذا الكسر عنده هذا هذا السطر هذا النسبة المئة عندها هذا الرمز العدد العشري عنده الفاصل وكل واحد بشكيتميز إذن هذه الحالة الأولى دهنا مشينا دهنا بغينا مثلا نمثل هذا الشيء هنا إلا بغينا نمشي من الكسر النسبة المئة أو لا من الكسر العدد العشري إذن من الكسر النسبة المئة إذن نضرب الكسر في مئة ونقوم بعمليات القسم وإلا بغينا نمشي من الكسر العدد العشري إذن نقسم إذن نقسم البسط على المقع إذن هذا الاحتمال الأول أرد شوفوا ده بالاحتمال الثاني عندي عدد عشري وبغي نمشي للعدد الكسري أو لا النسبة المئة أولى إذن شنو خصني نديره إذن بالنسبة العدد العشري باش نحوله البسط إذن إذن هنا عندي صيفر فاصلة جوج هو العدد العشري إذن هذا الصيفر فاصلة جوج خصني أنا نتخلص من الفاصلة وخصني نخلق واحد لمقام المقام ده بديل هذا هو واحد كما العدد الصحيح مقامه هو واحد إذن هنا شنو خصني نديره ناخد هذه الصيفر فاصلة جوج وهذا الواحد وأضرب البسطة والمقام في عشرة لأتخلص من الفاصلة نهائيا إذن شنو غادي تعطيني غادي تعطيني جوج على عشرة هنا بغيت نحتفظ به بهذه الطريقة سوف نقوم بغيت نختزله سوف نرجعه واحد على خمسة إذن هذه هي الطريقة إذا بغينا نمشي من العدد العشري للعدد الكسري إذا بغينا نمشي من العدد العشري للنسبة المئوية عندي عدد عشري صيفر فاصلة جوج وبغيت نرجعه نسبة مئوية إذن أضربه في مئة كيف ما بغي يكون العدد العشري بغيت تمشي للعدد النسبة المئوية إذن شنو غادي تغطيني اتيработة عشرة في المئة عشرة في المئة إذن هنا إذن هنومون بغينا نريد نحر بتو與 الشائل إذا ق spoزنا لعدد العشري بغينا نمشي النسبة المئوية أو لعدد العشري و في حود المكسر يستطيع نقع الناسبة المئوية من الضربة في مئة اذا ق��서 Season 10 اذا ق���نا لديناculos يروا إذا persona ورمز النسبة المئة وإذا كان عندي العدد العشاري يعني هنا كنضرب هنا في الحقيقة في هذه الحالة عندنا رقم واحد بعد الفاصل إذا كان عندي جوج أرقم بعد الفاصلة كنضرب في مئة البسط والمقام إذا كان عندي ثلاثة سنضرب البسط والمقام في ألف إذا نضرب البسط والمقام في مضاعفات عشرة مضاعفات عشرة للتخلص من الفاصل إذا كانت عندنا مثلا نعطي شيء مثال عندي صفر فاصلة خمسة وثلاثة هذا العدد بغيت نحوله عدد كسري إذا هنا قد نضرب هنا في مئة والواحد قد نضربه في مئة وتعطيني خمسة وثلاثين على مئة إذا هنا فجضرب ضربت في مضاعفات عشرة على حسب أنني نتخلص من الفاصلة في البسط إذا هذا بالنسبة للتحول من العدد العشري إلى الكسري والنسبة المئة إذا لدي نسبة مئة وبغيت نحولها إلى عدد كسري وعدد عشري إذا شنو غدي ندير؟ إذا بالنسبة للعدد الكسري عندي عشرة إذا نقسمها على مئة لأنه إلا لحظة قبيلها فاش مشينا من هنا إلى هنا من العدد إذا هنا نقسمه على مئة النسبة المئة كنقسمها على مئة أتعطيني العدد الكسري هنا نقدر نختزل أتعطيني واحد على نقسمها على عشرة واحد على عشرة إذا هذه النسبة المئة يكافئها واحد على عشرة كعدد كسري وإذا نريد أن نقوم بالنسبة المئوية للعدد العشري نقوم بالنسبة المئوية ونقوم بالقسم على 100 قسمة بالحاسبة أو بالقسمة الإقليدية إذن ستعطينا 0.1 إذن هنا والآن نقوم بالنسبة المئوية ونقوم بتنكسيم النسبة المئوية للنسبة المئوية بنسبة المئوية للإقلي Uzaki إذا ما سنقوم بمشي العدد العشري إذا نقسمه على مئة بهذه الطريقة وإذا نقسم النسبة المئوية نقسمه على مئة ككسر نقسم القسمة الكسر لكن النسبة المئوية نقسمها على مئة هذا هو الموضوع الذي سنقسم اليوم إذا سنقوم بمشي العدد العشري لنبحث جميعا أحدد جدول التناسب من بين الجدولين كما سنقسمه نقسمه السطر الأول على السطر الثاني أعداد السطر الأول على أعداد السطر الثاني ونقسمه نفس العدد أو إلا نقسم السطر إما الأول على الثاني وإلا الثاني على الأول اللي بغيت وفي النهاية سنقوم نفس النتائج إذا لقنا غي واحد الحالة سنقوم جميع الأعداد كما تعطينا نفس النتيجة إذا ماذا يعني هذا؟ سنقسم 300 أو 60 نقسمها على 300 ونقسم 200 ثم نقسم 20 ونقسمها على 100 ثم 40 نقسمها على 200 ثم 80 نقسمها على 400 ونقسم 200 إلا لقيت غير واحد يخالف واحد سنحبس لا نزيد مثلا بديت كنحسب ولقيت النتائج تختلفات غير واحد المرة لا نزيد نتأكد من الباقي سنحكم على أن الجدول ليس في وضعية متناسبة إذا دابنا هنا إلى قسمنا 20 على 100 ثم تعطينا 0.جوش إلى قسمنا 60 على 30 كذلك 60 على 300 كذلك تعطينا 0.جوش إلى قسمنا 400 ثم تعطينا 0.جوش وهذه تعطينا 0.جوش إذا كاللاحظة هنا بأن عندنا نفس النتيجة يعني أن الجدول الأول إذا الجدول أ هو كنقوله في وضعيتين متناسبة في وضعيتين متناسبة لماذا؟ لأن أعطينا نفس النتيجة سوف نأخذ الجدول الثانية أو الثانية سوف نطبق عليه هنا سوف نقسم 48 على 300 ونرى ماذا تعطينا ثم 15 على 100 نحسبه غير جوش لا نزيده 48 على 300 48 على 300 يعطينا 0.16 15 على 100 يعطينا 0.15 إذا هنا نقلنا نتائج مختلفة قسمنا عدد من السطر الأول على العدد الذي يوافقه في السطر الثاني السطر الثاني على الأول ثم عدد من السطر الثاني على العدد الذي يوافقه فلقنا نتائج مختلفة إذا هذا يعني أن الجدول ليس في وضعية في وضعية متناسبة بلما نزيد نشوف الباقي وخيكون هذا ثلاثة يعطوني نفس النتيجة غير واحد الذي يختلف فالجدول ليس في وضعية متناسبة إذا هذا بالنسبة لهذا تحديد يعني الجدول هل هو في وضعية متناسبة أم لا إذا السؤال با أحسب معامل التناسب وأكتبه على شكل نسبة مئة إذا لاحظوا جيدا ذلك الشيء الذي تكلمنا عليه قبيلة على شكل عدد كسري على شكل عدد عشاري إذا شنوه معامل التناسب للقناة قبيلة هو هو صيفر فاصيلة جوج صيفر فاصيلة جوج لأن هذا لماذا قالوا لنا مذكروننا الجدول لأنه لماذا يقول لك أحسب معامل التناسب يعني راكي يهضر لك على الجدول المتناسب أما الجدول الغير المتناسب ما عندوش معامل التناسب عندو معاملات مختلفة في التناسب وبالتالي فهم يتحدثون عن الجدول المتناسب إذا شحال عندنا دب المعامل التناسب عندنا على شكل عدد عشاري وإذا أردنا على شكل عدد كسري هو ستين على ثلثمية أو أولا عشرين على مية إذا إذا نحن ناخده نبدأ به مثلا على شكل عدد عشاري صيفر فاصيلة جوج نطبقه الطريقة التي هضرنا عليها سابقا بغيناها على شكل عدد كسري إما نرجع للجدول هو عشرين على مية أو إذا نطبق القاعدة التي قلناها قبلها إذا نريد من عدد عشاري من عدد عشاري إلى عدد الكسري كيف نقوم بعمل نضرب البسط والمقام في مضاعف عشرة إذا نضرب البسط والمقام في عشرة تعطيني جوج على عشرة أو مثلا جوج على عشرة أو واحد على خمسة إذا نريد نختزل كما تريد بالنسبة للنسبة المئوية إذا نريد نضرب هذا العدد العشرة في مئة إذا ستعطينا عشرين في المئة إذا لاحظوا كيف جاءنا السهولة لكي جاوبنا على السؤال لأننا فهمنا كيف ننتقل من العدد العشرة كل الطرق سنكون ضبطينها لكي لا يصعب التمارين إذا ننتقل إلى السؤال جيم أتميم تمتيل الرسم المبياني النقطة الحمراء تعني أن كل مئة درهم تخضع لتخفيض قدره عشرين درهم إذا هذا الجدول يتعلق بالتخفيض هذا الجدول لا يمكن أن تكون هذا الجدول لا يمكن أن تكون لأن الأمر يتعلق بالتخفيض هنا كل عشرين فيها كل مئة تخفيض متاعها عشرين في الجدول إذا رجعتها مئة 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 ما سيكون تخفيض أربعهم إذا ستكون هذه النقطة ستكون تتلقى مع هذه النقطة على محور الأفاصيل والأراتيب إذا تضطينا هنا هذه هي هذه النقطة التي تتلقى من هذه القيمة على محور الأفاصيل والأراتيب إذا ستكون 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 معنا مئة مئة ثم هذي هي ثمية ما حال تتوافقها تتوافقها ستون هذي رأية ستون هذي هي هذي هي ربعين إذا هنا سنرسم التقاطع على هذه الخطوط العمودي الأفقي لأن ستكون هنا إذا ستكون 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 80 هنا يجب أن تكون هنا. إذن هذا ما نلقينا؟ نلقينا واحد الخط الذي تسمى في الرياضية هذا الأخطية. إذن هنا لا نسميه هذا الأخطية ولكن هنا سيجدوا أن هذه النقطة تنتمي لمستقيمين واحد زائد تمر من أصل المعدة. فهذه الحالة الجدول متناسب. لو أنه الجدول غير متناسب مثلا سنلقى نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا سنلقى منكسر. هذا الخط غير منكسر غير منحارف. سيجد نيشن. إذن هذا دليل على أن هذا الجدول فهو إلا جينا نمثل هذا ما سنعطيناه. إلا جينا نمثله بنفس الطريقة سنلقى خط منكسر وهذا دليل على أن الجدول ليس في وضعية متناسبة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا البحث. إذن في هذا البحث تعرفنا كيف نحدده لأحد الجدول هل هو في وضعية متناسبة أم لا. كيف ننتقل كيف نحدد معامل التناسب ثم كيف ننتقل من النسبة المئوية إلى الكسر ثم إلى العدد العشاري ثم كيف نمثلوا واحد الجدول في وضعية متناسبة ونحصلوا على خط غير منكسر. مستقيم. إذن بقولنا جوج دامارين إذن التمرين الأول أكتب كل عدد عشاري على شكل نسبة مئوية. إذن كل عدد عشاري على شكل نسبة مئوية. إذن شنو غد نديره غنضربه في مئة. الاذن لاحظو دابان اذن هنا غد ناخد هذا العدد نضربه في مئة غد يعطيني عشرة في المئة. وهذا غد نضربه في مئة يعطي نديره ثمانين في المئة. هذا غد هد يعطينا مئة وخمسة وعشرين في المئة. إذا فهمنا الطريقة سنبدأ التمرين بسوء هنا يسأل أكتب كل نسبة مئوية على شكل عدد كثري مختزل إذن هنا فرضو إيا أنني نختزل إذا سنذهب من نسبة مئوية للعدد الكثري مختزل إذن نسبة مئوية للعدد الكثري سأقسم على مئة إذن هذا الشيء سنقسم على مئة إذن هنا سنأخذ 13 على مئة هو العدد الكثري 33 على مئة هذا غير قبيل للختيزة لأنه 13 معنا لذلك نقسمه 33 على مئة كذلك بالنسبة لـ 45 على مئة نعم 45 لعدد الكثري 45 على مئة إذن في هذه الحالة لذلك نختزل لأن هذا العدد كما شاهدنا في الدروس القابلية القسمة بأن هذا العدد قابل القسمة على خمسة وهذا كذلك هذي قسمنا على خمسة سيعطيني تسعود وهذي قسمنا على خمسة سيعطيني عشرين إذن العدد الكثري الذي يوافق 45 في المئة هو تسعود على وتسعود على عشرين بالنسبة لعدد الكثري الآخر لدينا تسعين سنقسمها على مئة باش نحصلوا على عدد الكثري إذن سنختزل هذا القابل القسمة على عشرة لأن وحداته صيفر وهذا وحداته صيفر هذا الشعل اشتعلمنا المضاعفات والقواسيم إذن تعطينا تسعود تسعود على عشرة هو العدد الكثري المختز إذن هنا تسعود على عشرين وهنا تسعود على عشرة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول التناسبة واحد حساب النسبة المئوية من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة